اتكلمنا مع بعض قبل كده في الفاب كلاسيفيكيشن وقلنا للفاب كلاسيفيكيشن نص على ان عشان اعمل دياجنوزيس لأكيوت لوكيميا لازي يكون عندي اكتر من 30% بلاست سيلز انداب امار ايه هو الفاب كلاسيفيكيشن بقى الفاب كلاسيفيكيشن اختصار لفرنش امريكان بريتش فرنش امريكان بريتش فاب كلاسيفيكيشن طيب الفاب قسملي الأكيوت لوكيميا into two types AML اللي هي أكيوت ميلويد لوكيميا وALL أكيوت لينفويد لوكيميا وقسم الAML الى 8 انواع subtypes M0 اللي بيقول عليها undifferentiated undifferentiated وهنعرف بعد شوية يعني ايه undifferentiated M1 يعني AML without maturation M2 AML with maturation M3 ACUTE PROMYELO CETIC لوكيميا M4 ACUTE MYELO MONO CETIC لوكيميا M5 ACUTE MONO CETIC لوكيميا M6 RITHROLUKEMIA M7 MEGAKARYOPLASTIC لوكيميا M7 MEGAKARYOPLASTIC لوكيميا